بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بركاته ازايكم عاملين ايا ربكم بخير وبصحة وسلامة وعفية ان شاء الله النهاردة ان شاء الله هنبتدي سيستم جديد والحمد لله دينا بدأ ان يمشي كويس اهو السيستم الجديد اللي احنا ناخده النهاردة ان شاء الله يبقى ال Digestive System اللي هو كان عندكم chapter 41 اللي هو Nutrition and Digestion اه طبعا ال chapter ده في كزا sections طبعا همش كاتب كل لان بقية sections كانوا animals يعني الحاجات دي اللي تتابع لايه اللي تتابع humans اوكي هتلاقي بقى واحد واثنين واربعة دول animals دكتور واحدات جاية من Campbell's اه نا ان ده كان معمول على Campbell اه في الجزء التاني ان شاء الله هنبدأ نشوف ال difference لما بينه بين human ونزود من human يا دكتور section 1 علينا ايه؟ section 1 علينا في يعني مكتوب واحد وثلاثة واحد وثلاثة في اللي هو بس انا احسن بكتير هو يعني هو بدأ بالاول بتاعت ال Digestion يعني هو انا عمما يعني انا ماشي بترتيب معين في ال Digestion بترتيبي انا بس يعني بمعلومات الكتاب اه هو معايا section 1 بيحكي عن ايه؟ سمي كده عشان بفتح Campbell's وانا شو انا ذكرتو من هومن فهومن بدأ بالورجنز على طول بس الصراحة انا شاف هومنز عشان يعني انا بسيت على Campbell's الاول واشنا كنا قلنا المرة الفاتت يعني ايه؟ يعني قلنا رأي الجماعة و... اتفقتو على كده يعني؟ الناس كلها متفقة على هومن؟ هو مش كله بس فيه ناس عايزة هومن وفيه ناس عايزة كامل طيب حلو بقى الموضوع رودنا اعمل فوت بقى ونشوف اه رأيه الاغلبية بس ناشي يعني اه 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 احنا عايزين نمشي من الاصلح اي ان كان يعني ركوب ده دكتور ساني اسمعه النهاردة ان شاء الله هنبتدي سيبنا بقى من موضوع سكشن في الكلام ده كله ونزبط لكم الورق تانية على هومن بالنسبة للسكشن يعني لموضوع البداية كده بيبدأ يتكلم على الكمبوزيشن بتاع بتاع الديجيستف سيستم تكوين وتركيب الجهاز الهضمي طبعا هو بيكون من حاجتين الحاجة الاولى اسمها أليمينتري كنال او الجائي وتاني حاجة اسمها او الغدد الملحقة بالقناة الهضمية الاولمينتري كنال بيسموها بالعربي حاجة اسمها القناة الهضمية تمام كده؟ والقناة الهضمية دي هي القناة ممتدة بتبدأ من فتحة الموث الفم وتفضل مستمرة طول القناة عملا تروح وتيجي وتتلولة ولحد ما تنتقى في الاخر بفتحة الاينس او فتحة الشرق تمام؟ فهي عبارة عن كونتينيوستيوب مع بعض الاولمينتري كنال او القناة الهضمية دي بقى بنسميها اسمي تاني لو احنا قلناه كده يقول له اسمه gastro-intestinal tract اسمه ايه؟ gastro-intestinal tract gastro-intestinal tract tract معناها قناة فيها يوصل بها القناة الهرمية بتبتدي ازاي بقى تعالوا نبتدي نشوفها واحدة واحدة قالك لو نزلنا كده للدياجرام او الرسمة اللي موجودة تحت يقول لي بيبتدي الكنال او الاليمنتري كنال دي بالموز بالفم وبعد كان نبدأ ندخل على الفارنكس البلعوم تمام وبعد كان نبدأ ننزل على الاستوفيجس المريء ثم ننزل على الاستومك المعدة ثم على السمول انتستن الامعاء الدقيقة ثم على اللارج انتستن الامعاء الغليظة اللي دي كده كلها الدهبي دي وبعد كان اخر جزء بقى اللي هو السجماية كولون اللي على شكل حرف اس او سجما ثم الريكتم والملوة المستقيم والقينة الكنال القناة الشراجية ثم القينة ستشرك تاني 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 اول حاجة بنبتدي بيها عبدالرحمن قاله وهي الموز تمام وبعد كان نبدأ نخش على الفارنكس اللي هو البلعوم وبعد كده الاستوفيجس الاستوفيجس ده اللي هو المريء ثم بعد كان نبدأ ننزل على الاستومك المعدة ثم بعد كان نبدأ نخش على السمول انتستن وبعد كده الارج انتستن وهنا نتوقف وقف يا شباب الارج انتستن هي هي في رواية اخرى اللي احنا عارفينها بمعنى القولون فالكولون عندي بيبتدي حاجة اسمها ascending colon قولون صاعد ثم transverse colon خلاص ثم descending colon قولون صاعد مستعرض ونازل وبعد الdescending يبقى فيه حاجة اسمها sigmoid خلاص sigmoid colon وبعد كي يبدأ يفتح حاجة اسمها الريكتم او المستقيم ثم لقينا الكنال القناة الشراجية والانس ده كان بالنسبة ليه التركيب فيه اي حاجة صعبة دي كده الكنال الممتدة مع بعض فيه بقى ثلاث حاجات بنسميها accessory glans غدد ملحقة بالقناة الهضمية ودول المفروض تلاتة شباب اول واحدة فيهم السليفر جلانز اللي هي الغدد اللعبية ودي لها قصة جميلة جدا هننتكلم علىها بتفصيل دلوقتي ثم بعد كده الليفر ثم بعد كده البانكرياس تمام دول بنسميهم غدد ملحقة بالقناة الهضمية اولا السليفر جلانز هننتكلم عليهم بتفصيلي كمان شوية ثم مكانهم هنا موجود عند نهاية الهد بالمنظر ده وبعد كده عندنا الليفر قادي الكابت حتة اللحمة الحامرة دي اللي انا بظللها باسود وبعد كده عند البانكرياس طبعا مش ظاهر هنا وورا القولون بيبقى في المكان ده كده بالظبط تمام ده كده الورجنز الثلاثة اللي هما بيسميهم اكسيسوري اكسيسوري جلانز تعالى نرجع بقى للورق بتاعنا كده واحدة واحدة اوكي الجول بلادر هي نقطة جلاند خلاص يعني مش تعتبر جلاند مجرد انها بتخزن تعمل ستورج للبيل اللي بيفرز اساسا من الليفر يا عبد الرحمن معايا يعني هو لما بيبدأ يتكلم عن الليفر بيقول معايا حاجة اسمه اللي هو معاه الجول بلادر نتكلم الاتنين ببعض واحد بيفرز والتاني بيخزن الحاجة اللي بتفرز ان شاء الله لما نجي لها هنتكلم عليها بالتفصيل فالدنيا هتبقى واضحة أكتر هناك طيب المفروض ان الاكل منساعد ما انا ببلعه او ببدأ احطه جوابه لحد ما بيخرج في صورة الـ او اللي هو في مرحلة او عمل البروز بيمر باربع مراحل الاربع مراحل دول لو جينا بصينا عليهم يا عبدالله يقول لي اول مرحلة اسمها انجيشن وكلمة انجيشن معناها انه وحي يخط الاكل في فوقه تمام ما قصدش دايجيشن مش هضم انا بقول انجيشن طيب الانجيشن ده انا نحط الاكل فيه في الورال اوبنينج او الورال كافتي اتنين تانية حاجة يا انجي يقول لي دايجيشن الهضم بقى والمقصود بالهضم بيخصل فيه وازاي بيخصل فيه من اللي انتستومك كل عملية لها مكان اساسي يبقى هنا الديجيشن او الهضم المكان الاساسي بتاعه قاله وهو مين الستومك طيب انت ازاي بتهضم يعني ايه اصلا هضم قال لي الاكل اللي احنا ما ضغناه كان في صور الجزئات كبيرة واحنا كمان شوية هنبدأ نروح للانتستن عشان نبدأ نعمل الابزورشن او الامتصاص لازم الحاجات اللي هتمتص يا شباب يكون حجمها الجزئي صغير جدا 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 عشان تقدر تعدي من البورس لازم نعمل لها ديجيشن الاول الكونفرشن الكونفرشن بتاع مين يا هاجر بتاع الالجي موليكيون الى سمول وان تو بي ازيلي ابزوربت عشان تمتصر سهولة كده اول واحدة تاني واحدة بعد ما الاكل يبدأ يتكسر لحاجات صغيرة يبتدي يمشي يروح للانتستن عشان يحصل لها ابزوربشن الابزوربشن بيحصل في مين في السمول انتستن ثم بعد كده المواد التي لم تهضم ولم تمتص ما حصل لاش لا ديجيشن ولا ابزوربشن هتبدأ تكمل مصارع لحد ما تبدأ يحصل لها اكسيكريشن تمام لنن ابزوربت فود ويبدأ ينزل في سورة ديفيكيشن والديفيكيشن هو عمل ايه عمل البراز صعب الكلام ده شباب ده كده رحلة الطعام او الاكل جوه الجهاز الهضمي بتاعنا طيب انا دلوقتي لما اجي اعمل تكسير للأكل او ديجيشن المفروض ان انا بكسره الى وحداته مثلا البنائية فيقول لي ايه الوحدات البنائية التركيبية بتاع وزيئات ايه وزيئات الطعام لو مسكنا مثلا الاكل الكبير عندنا اللي هو الكربوهيدريت والبروتين والليبيت تمام دول لما اكسرهم بقى الحاجات صغيرة اكسروا لايه الكربوهيدريت اللي احنا خلاص تعودنا وعوض على الخروف كده له يه CHO اللي دا لما انكسروا الوحدات وبنائية المبسطة افسروا الكربوهيدريت التي وهي المونو سيكرايت ليه السيكارات الوحدية ثم بعد كده البروتين يا شباب الBten botn Brutine لما انكسر الوحداتها البنائية ابسط صورها هي الامينواصد وأخيرا الليبيت او الدهون لما انكسر الوحداتها البنائية ابسط صورها تبقى ثج prettier دا كده شباب يونتس بتاع الفوت سابسا لذا تركيب الجهاز الهضمي وده رحلت ليه الاكل جوه الجهاز الهضمي. اللي سلايد دي حد عنده فيها اي سؤال? اوكي هنبتدي بقى. بالنسبة للسول كان فيه ثلاث اسماق جنبها لسه لسه عصي بص بص احنا هنبدأ نمسك كل حاجة حاجة فيهم هننكلم علم التفصيل. ده مجرد كده بداية بس فقط. ده عرض اسكيمة زي ما احنا متعودين نعمل في اي شابتر الاسكيمة بتاعنا. طيب احنا دلوقتي هنمسك جزء جزء من ده وهنتكلم عليه بالتفصيل هنتكلم من حيث ايه وايه بقى. رقم واحد هنبدأ نتكلم على تمام تركيبه بس تركيب متوسع. خلاص رقم اثنين نبدأ نتكلم على نوع الافراز اللي بيفرس فيه خلاص بيتكون ازاي بروفز ازاي وهكذا. رقم تلاتة ايه وظايف هذا الجزء اللي بتتم جواه. تمام ده الكلام الاساسي اللي احنا نتكلم فيه دلوقتي بإذن الله. اول حاجة بنبتدي بيها الديجيستف سيستم. الا وهي يا نادا الاورال كافيتي اللي هو التجويف الفمي وهناخد معا الفارنكس او الايه او البلعوم. كنت زمانا عدت لخبط ما بين كلمة فارنكس و لارنكس. فارنكس اللي هي بلعوم. تمام اللي قبل المريئة على طول. ولارنكس اللي هي حنجرة. انا فاكر ان واحدة بلعوم واحدة حنجرة بس مش فاكر ايه. ناخد اكيد على طول. اللي بتبديدي بالبي تبقى بلعوم. تمام. والتانية اكيد تبقى حنجرة. طيب. تعال كده يا عبد الرحمن نبتدي نبص على اولا الاورال كافيتي والفارنكس. هنبدأ نتكلم فيهم على موضوع مهم جدا هو الافراز اللي بيطلع فيهم. اللي هو الصلايفة او الافراز اللعاب. عايز اعرف بالنسبة لافراز اللعاب الاتي. رقم واحد ايه هو يا عبدالله مكان الافراز. رقم اثنين التكوين. تمام. وبعد كده رقم ثلاثة الفونكشن. نركز نورهان مع بعض. قال لي اول حاجة مكان الافراز. هو بيفرز منين? قال لي اللي بيفرز اللعاب هي الغدد واحدة من التلاتة اللي هم هم الاساسوري جلانز اللي هي الساليفر جلانز. والساليفر جلانز دي عبارة عن تلات ازواج من الغدد اللعبية ثري بيرز. التلات ازواج دول بيقولهم ازاي? بيبقى فيه زوج تحت اللسان وزوج تحت الفكين او الفك يعني وزوج امام الاذنين. تاني زوج تحت اللسان وزوج تحت الفك وزوج امام الاذنين. الزوج اللي تحت اللسان بيسموه معناها لسان جاي من كلمة اللي هي لغة. لانها بتطنطق عن ضرق الانجول. رقم اثنين يعني تحت الماندبل او الفك السفلي. ورقم تلاتة البروتد ايه? البروت الجلانز ريه الغدد الامام الاذنين. تمام? التلاتة دول هم التلاتة ساليفر جلانز دي عنا. طبعا تلات ازواج واحدة ايمين واحدة شمال في كل نوع. في بقى شوية غدد منتشرة كده جوة التجويف الفمي من جوة. عند اللفة كده من جوة اسمها باكال جلانز ما ايه? باكال جلانز. حتى يا شباب كلمة اورال كافتي ممكن تتسمى اسم تاني. اسمها باكال باكال كافتي. خلاص بالكاف. تمام? هو اللي هو ايه? بطل تعمل الحركة دي. مش مشكلة. ما علينا بقى ريش عارش صخيف جدا. انتم عارفين الكلام ده. طيب. قالك ساعدتك الافراز بتاع اللعاب ده بيبقى عبارة عن ميكس ما بين. شوية مية اسمهم سيرس. ومختلط معهم شوية مخاط اسمهم ميوكس. تمام? سيرس وايه? سيرس وميوكس. عظيم جدا. المفروض بقى هل كل الغدد بتطلع سيرس وميوكس بنفس النسبة. واللعاب مثلا سيء ان هو نسبته مية في المية. هل المية في المية بتتقسم مثلا خمسة وعشرين خمسة وعشرين 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 دكتور هو ده كله سليفري جلاند. كل ده سليفري جلاند. تمام? اول تلاتة. تمام كده? انما تنقل بقى الجلاند دي هي مش سليفري ولكن بتطلع احد مكونات الصلايفة. بتكملها يعني. طيب. قال لي اول واحدة اسمها باروتيت. البروتيت دي ليه الامام الاذنين مسؤولة عن افراس خمسة وعشرين في المية من كمية الصلايفة كلها. حلو. يعني تقريبا ربع الصلايفة. والنوع اللي بتفرزه بيبقى سيرس. بيبقى اكتره مية. عبارة عن مية. تمام? سيرس فيلاويت او سيرس سيكليشن. تاني واحد اسمه سابلينجول. وصابلينجول يعني تحت اللسان وده يزوج من الغدد الصغيرة. دي اصغرهم على فكرة في الحجم. وعشان كده بتطلع كمية صغيرة جدا جدا من الصلايفة. خمسة في المية من حجم الصلايفة كله. تمام? وده بيبقى عبارة عن ميوكس. حلو كده. يبقى سابلينجول وبروتيت سيرس وميوكس. حلو. ببقى من المية في المية سبعين في المية. تفرز من خلال الغدد اللي الكلمة بتاعتها اكبر واحدة فيهم. صاب مانديبيلر. تمام? وعشان هي صاب مانديبيلر تبقى مي 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 ميكس سيكريشن. اه بتبقى عبارة عن شوية سيرس على ميوكس. وده النسبة الاكبر من الافراز بيبقى سبعين في المية. وعندي برضو الباكة الجلانز الصغيرة اللي منتشرة في تجويف الفم من جوة في اللثة. بتطلع هي كمان ايه ميوكس. خلاص يا بل الكلام ده مهم عشان خاطر الامسي كيوز. طيب كده عرفنا الافراز بتاعنا بيطلع منين. تعالوا نتكلم تاني حاجة عن الكمبوزوشن. خلي بالك بقى عشان احنا هنبدأ نشتغل ان شاء الله في الاتشابتر ده بسكيمات. يعني انا دلوقتي بتكلم على اول سكريشن بيطلع في الماوث. بعد كده لمنزل للكبد. واتكلم على افراز الباي لسكريشن. افراز العصارة الصفراوية. هتكلم بنفس المنظر. نفس التأسيمة بتاع الكمبوزوشن. ولما روح للبانكرياس هتكلم على البانكرياتك سكريشن برضو نفس ايه نفس الكلام. فلازم نبحافظين الاسكيمات كويس جدا. طيب الكمبوزوشن بتاع السكريشن شباب تكوينه. قال لي اولا يبدأ يتكلم على الفوليوم. حجم الافراز في اليوم البيتش بتاعه ويه الكنتنس. سهلا. الفوليوم اللعاب اللعاب اللي احنا بنريل بيه بعد كما يطلع ريالة. احنا بنريل في اليوم بمعدل من 800 ميلي الى واحد ويه ونص لتر. اللي هو 1500 ميلي. تمام كده? من 800 ميلي الى 1500 ميلي. ده الايه الرنج بتاعي. افرج يعني الف ولا حاجة. تمام. البيتش بتاع الصلايف يا شباب. الصراحة عليها جدل كبير جدا. هو بيقوله سبعة. السبعة دي المفروض ان هي نيوترال. بيعتبروها في بعض الكتب. بيكتبوها الكتب الطبيعي. يقول لك هي بتبقى الكلين. تمام? يعني بقول لك ان هي بتطلع ايه? الكلين في الوقت. والصراحة هيكونها كالكلين مقنع اكتر. ليه بقى? لانه قدام ان شاء الله لا ما نيجي نتكلم ان ازاي مثلا الانسان ممكن يعمل او يرجع. هتعرف ان الترجيع ده ان احنا بنطلع الجسر الكونتينت. المحتويات اللي جوه المعدة يا ميرال. والمحتويات الجوه المعدة طلعها بـ HCL. فالـ HCL ده ممكن بيعامل زي مية النار. ممكن يأكل في جدار الموس يحرقه. عشان كده سبحان الله قبل الترجيع ربنا سبحان وتعالى يزود افراز السليفر ايه? السليفر سيكريشن. عشان خاطر كتير يطلع مية كتيرة. ويبقى فيها الكلين كتير في لويد. شوه الـ BH الكلين. عشان يعمل للترجيع اللي طالع ده. خلاص كده يا شباب. يبقى كده ده الفوليوم وده الـ BH. تعالى بعد كده نبدأ نتكلم على الـ content. نتكلم مين على مين يا ميرا? الـ content. طيب. الـ content بقى بالنسبة لي بنسمها الى مواد عضوية organic ومواد غيره عضوية in organic ووضر. مية. طيب. قال لي المية بتمثل من حجم الافراز الكل تسعة وتسعين ونص في المية. عظيم. والحاجة التانية. المواد العضوية والغير عضوية. العضوية بتمثل تلت. والانورجاني بيمثل التلتين. تمام جدا. التلت وتلتين ايه? الباقي. يعني الباقي من تسعة وتسعين ونص في المية. نص في المية. تلتهم عضوي. والتلتين هم غير عضوي. طيب. ايه الحاجات الغير عضوية اتفقنا? الانورجانيك خد اول تلت حروف. ضخباتهم يطلعوا لك كلمة ايونز. يبقى الحاجات الانورجانيك هي الايونز اللي في الدم. سوديوم كولورايد بوتاسيوم وهكذا. تمام? طيب. وعندي شوية البافرز اللي بيزبطوا البي اتش. زي مثلا الحتة الترجيع اللي قلتلكم عنه ده. طيب الارجانيك بقى. المواد العضوية عبارة عن شوية انزيمز وفضلات. الانزيمز الموجودة عندي هو انزيم مهم جدا اسمه ساليفري او ميليز وده اللي هنعرفه دلوقتي انه بيهضم النشا او الاستارش عظيم. وفيه عندي برضو انزيم اسمه انزيم اللايبيز وده بيهضم جزء صغير من الفات او الدهون جوه الموث. ولكن الاساس لهضم الدهون بيحصل فيه الديودينام صح? لما بيبدأ يطلع عليه حاجة اسمه تليبسيونجين وينجيل وينزل عليه سوري اللي يطلع عليه البنكرياتيك جوس عموما العصارة البنكرياسية ومعاها البايل سيكريشن اللي هي الصفراء تمام? وعندك برضو بعض الحاجات الغير عضوية لو جينا بصينا عليها ميرا كده قالا وهي سوري العضوية اليوريا خلاص اليوريا لو تعرفوا ليه مواد الاخراجية الميوسين ويه اللاكتك ايه واللاكتك اسد كل دي مواد عضوية وغير ايه وغير عضوية كده كلمة عن الكمبوزيشن حد عنده اي كومنت او اي سؤال نفسي تقوله لا حازي سوري دكتور هو الميوسين واليوريا ده عبارة عن ايه بزول بس اليوريا هي عبارة عن ميتابولايت نواتج ايضية النواتج الايضية المكان الاساسي للافراس بتاعها او للاخراج سوري بتاعها هو الكيدني تمام؟ في جزء منها بينزل ينزل مع اللعاب بتاعي يعني مفروض ان هو اللعاب ده يطلع ببلعه ولما ببلعه بينزل في القناة الهضمية لحد ما يوصل للإنس وينزل مع الستول يعني جزء كده من اليوريا يفقد خلال الاستول ولكن الجزء الاساسي خلال اليورين انوست يعني؟ او وست طبعا وصلت؟ اه طبعا اوكي طب الميوسين بقى؟ الميوسين برضو بص يا مادة من المواد اللي تعتبر زيها زي الميوكاس كده بتساعد بقى ان انا لما اجي قبلع مثلا الحاجة وتنزل مع اللعاية بتزحلائها تعمل لها اليوبريكيشن تنعمها وصلت؟ اوه طمعا بس مش فضلات يعني زي اليوريا طمعا طمعا تعالوا بقى نبتدي نتكلم على الـ content اللي موجودة دي ايه وظفتها؟ هنمسك اول حاجة احنا عندنا الـ content بيبقى موجود في مين؟ انظيم؟ تفاني أميليز ولايبيز ولكن الأميليز اهم والميوكاس حلو جدا وهيه نبدأ نتكلم على الـ tongue هنتكلم على الثلاث حاجات دول في الـ oral cavity نمسك اول حاجة الانزايم اللي بيطلع مع السكريشن اللي هو الانزايم الاسمه أميليز عشان نطلع مع الصلايفة فنسميه ساليفر أميليز الأميليز ده يقولولي انه هو بيكسر النشويات خصوصا مادة النشا اللي هي الاستارش تمام؟ ولما يكسرها تمام يبدأ يكسر الوحداتها البنائية طب هو الاستارش ده اصلا ايه؟ يريد عبارة عن جلوكوز بوليمر من البلانت من النباتات فده اصله ايه؟ origin طيب ده بالنسبة الاستارش يبقى بيحاول يكسر الوحداته البنائية الحاجة التانية قال لي الجلايكوجين الجلايكوجين ده عبارة عن ايه؟ جلوكوز بوليمر برضو بس ايه؟ ايه؟ اف انيما الارجين تركزوا الاستارش يبقى نباتي اما الجلايكوجين حيواني تمام؟ لما بيبدأ يكسر الاثنين دول بيكسروا وحداتهم البنائية خلاص الى سمولر بقى دي ساكرايد وي بولي ساكرايدز وهكذا وان شاء الله الجزء الاخير اللي احنا نشرحه من هيوما كله عموما بقى لما نبدأ نتكلم على انواع الاكلات الفيتامينز والكاربوهايدريت والبروتين وده بيتكون من ايه؟ شغل كيمستر شوية هنعرف كل واحد فيه محاداته البنائية عبر عن ايه؟ تمام؟ اللي انا عايز اعرفه من ده مهمة جدا انه بيهضم الاستارش ويهي الجلايكوجين ومهمة اوي حتة الاستارش لانهما بيحبوها طيب تاني حاجة لو جينا بصينا عليها كده الى وهي الميوكس طيب الميوكس ده لو جينا بصينا عليه دلوقتي يا محمد يقول لي ماله بقى بيبقى فيسكس فيسكس معناها لازج شوية ميكسشر خليط من ميا وملح عارف اللي هو ورقة وقلم وكتبي ورايا ست الكل شيف شربيني ميا وملح وخلايا وشوية جلايكو بروتينز كل يدول على بعض بنسميهم بصي كده محمد او عبد الرحمن كان بيسأل بنسميهم ميوسين يبقى الميوسين داخل في تركيبه ايه؟ في تركيبه الحاجات الاتين تمام؟ اللي هو الميوكس في الاخر حلو جدا ايه بقى وظيفة الميوسين ده؟ رقم واحد احنا قلنا ليوبريكيشن الفوت عشان يبدأ يسهل ان يتزحلق شوية ويتبلع بسهولة اتنين بيحمي اللايننج بتاع الماوس من الابريجن يعني يا شباب المادة دي بتبقى مادة لازجة كده وبتبقى مزحلقة واتبطن التجويف الفمي من جوه عشان اي اكل ينشفه لحاجة ما يعورش التجويف الفمي ما يعملوش ابريجن يجرحه طيب رقم ثلاثة ايه بقى الوظيفة الثالثة دلوقتي يا ميرال يقولي الصلايفة بيبقى فيها اجزاء تعمل اذا بفر ومحتاج بقى ناس كده تفكرني يعني بفر بقى بفر سليوشن اللي كان بيعادة يعادة دولار يزبط البي اتش عموما يرجع زي ما كانت تمام؟ طيب يبقى البفر ده بقى احنا منحتاجه ليه؟ عشان نزبط البي اتش طب انت محتاج تزبط البي اتش ليه؟ قال لي عشان نرجعها للسبعة بتاعتي طب ليه عايز رجعها للسبعة لانها قلت؟ ولو قلت بقيت اسيدك قلت له ايه المشكلة؟ قال لي لا لو بقيت اسيدك ده بيساعد على تحلل الاسنان الاسد يا باشا قوي والاسد بيدوي بالكالسيوم سولت ويحوله الكالسيوم ايون فكده احنا بنكسر الهايدروكسي ابتايت الموجود في الاسنان هو كمان معايا فلازم ان احنا نعادل البي اتش بتاع الموث الله لما تبقى فاهم رقم اربعة يقول لي بيبقى من ضمن محتويات الميوكس او الفونكشن بتاعته انه بيبقى يقول لي ازاي بقى بيبقى فيه كده حاجات اسمها اللايزوزايمز ركز بقى اللايزوزايمز دي بتبدأ تحمي الانسان الموث بتاعه ضد البكتيريا اللي بتدخل مع الاكل طب ايه اللي بيحميني ضد البكتيريا دي اللايزوزايمز الموجودة في الميوكس بتاعي صعب الكلام ده؟ يبقى اهم حاجة بقى انها بتزحلق وتعادل وتحمي وتحمي حلوة كده حلوة جدا طيب تعالى بعد كده ليه الطمج يا مستر دكتور يعني هيا المفروض طب ايه اللايزوزايمز يعني مش فهمت بصي اللايزوزايمز دي لو انت مثلا مذكر تركيب الخلية عموما يقولك الخلايا جواها كده اورجانيل بيسموه ليزوزون بيبقى جواها انزايمز كده بيسموه هيدوروليتك انزايمز انزيمات محللة اللي ايه ايه؟ تاخد الويستس من السر وكده لا الفكرة كلها الهيدوريتك انزايمز دي لما اي حاجة غريبة تخش الخلية دي بقى تهاجمها معايا مش كده وبس بقى سي مثلا مثلا ان شاء الله نقول الكلام ده في المناعة بالتفصيل جينا مثلا ماكروفاج خلية مناعية جات لقيت اورجانيزم غريب انتجن غريب جات كاليتو طيب وبعدين تيجي نطلع الليزوزايمز اللي جواها اللي هي اللي موجودة جوا شنطة كده حقيبة تبتدي تفتحها وتطلع الانزايمز اللي جواها تبدأ تفجر الخلية كلها اللي هي عشان تموت البكتيريا اللي موجودة جواها فانا نفس الفكرة برضو يبقى فيها انزيمات محللة للبكتيريا تمام؟ زي اللي موجودة جوا الخلية طيب طيب نيجي بعد كده للطنج يا شباب اللسان وعلى رأي المسل لسانك حصانك انصنت صانك وانخنت خانك اي كلمتين وخلاص طيب اللسان ده بقى ايه الوظيفة بتاعته اللي بيساعد عملية الهضم الديجيستيب بروسسس ازاي بص هو الصراحة مش عملية الهضم قوي قد ما بيساعد في عملية البلع زي ما يشوف كمان شوية عملية الاسوالوينج فيقول لي باي ايليفيتينج الانجيستيب ماتيريال انا يا شباب دلوقتي عايز كل الناس تجرب انها تبلع فلو جينا جربنا ان احنا نبلع بالمنظر ده نعمل ايه نعمل هتلاقي لسانك لزق في سقف بقك صح اه ولو انت عندك اكل فعلا فيها كتلاقي الاكل بيتلزق في سقف ايه سقف اللي هو حلق البق لناحية البلد يبقى هو بيبدأ يرفع الانجيستيب ماتيريال عشان يبدأ بعد كايزو اها ماشي ناحية ايه البسج بتاع الفود يوديها للفارنجس ومن الفارنجس لالسطافيس طيب يبقى اول حاجة الطنج بيساعد في البلعة اتنين التجويف الفم يا شباب بنقدر نميز الاطعيمة عن بعض حتى وإحنا مغمضين عينينا عارف اللي هو انا مغمض عيني قولك ها حطيلي اكل ايه ده قولك يا فرق حلوة جدا معلش الشباب جعين لسه جعين برده طيب ايه ده يا الكفتة يا خراشي مش قادر مش قادر استحمل حتى من كده يبقى ايه اللي بيقدر يخليك تقدر تميز الحاجات دي كلها خدناها قبل كده بقى خلاص في النيرف السيستم التيس الريسيبترز اللي هي تيست بطز اللي موجودة براعمة تزوق في اللسان بعد كده يقول لي بعد ما نمضغ الأكل ركز بقى اتمنبيوليت الفود منبيوليت معناها يقلبوا على بعض خلاص وده عن طريق حركة اللسان وانه بيبدأ يروح هنا وهنا بيساعد ان يبدأ يشكل الأكل انتو أبول البلعة الغذائية اللي هتبلعة انت مضغت والمضغة في الآخر تكونت في شكل كورة إيه اللي عملها في سوري الكورة كده تلاقي مثلا ماما في البيت ويبتعمل قرس ولا حاجة تفضي دي اخد شوية عجين وتكوّره كده وبه احنا بنعمل نفس النظام اللي سنة بيعمل ايه نفس الكور دي سموها بولس وبولس دي بيسموها بلعة غذائية بلعة غذائية تمام؟ بلعة لك بلعة كم بلعة لك شمعة كم بلعة لك بلعة بس كده ده كان بالنسبة ليه الطونج صعب يا شباب؟ حلو جدا شوف موضوع بسيط جدا الحمد لله كده خلصنا أول تركيب اللي هو الأورال كافيتي ومعه الفاريكس أنا باعي ازا اقول شوية حاجات من الفاريكس ايه باعي يا دكتور ساعتك لو رحنا ليه البورد العظيمة بتاعتنا بالمنظر ده تعال نرسم كده وش بانو آدم نطلع كلية فنون جميلة اللي جوانا الله عليك يا سلو هنلاقي هنا الفاريكس بيمتد من قدام هناك كل ده لحد الحتة دي كده بص بقى عبارة عن ثلاث أجزاء الفاريكس في جزء منه اعتقد كتايل ده في الريزبيراتوري راما واتوش هديني بقول جزء من الفاريكس او البلعوم قدام النوز والجزء بيبقى قدام الموث وجزء بيبقى قدام اللارينكس الحنجرة تمام طيب المفروض ان الجزء اللي قدام النوز من الفاريكس من البلعوم بنسميه نيزوفاريكس نسميه نيزوفاريكس عظيم جدا وبعد كده الجزء اللي قدام الموث نسميه اوروفاريكس وكلمة اوروجام كلمة اورالكافيتي والاخير اللي قدام اللارينكس نسميه لارينجو فارينكس تمام الكلام ده تمام جدا التلات حاجات على بعض اسمهم فارينكس بالعوم والبالعوم ما تنسوش ان هو ممر بسج للأير وللوطر والفود اللي اتنين يعدي اللي اتنين ده كده بالنسبة لعمينا اللارينكس اه سوري الفارينكس صعب الكلام يا شباب عايز اقول لكم برضو الفارينكس من ضمن الحاجات اللي بيبقى فيها شوية تيست بيسبتورز برضو عشان كده وإحنا بنبلع بنبقى حاسين بتعم الأكل في زورنا اكي طيب نرجع تاني للورق بتاعنا حد عنده سؤال في الحتة دي لا تمام طيب نشرب بقى ميا طيب يا شباب تاني حاجة نتكلم عليها الاستوفيجس الاستوفيجس او المريء سميه مريئا لانه بيمرق الاكل جواه يعرف اللي هو مترح ما يسري يمري ده بقى بيمرق لك ليه جواه طيب الاستوفيجس ده هنبدأ نتكلم على وظيفة فيه قلة وهي الـ او البلع طيب قبل ما اتكلم على وظيفة البلع محتاج بس اقول كلمتين صغيرين عن الاستوفيجس ايه بقى ان الاستوفيجس التركيب بتاعه بيبقى بيتقسم الى 3-3 upper tilt و middle tilt و lower tilt ال upper tilt التلت اللي فوق بيبقى معمول من اسكليتا المصل يعني عضلات زي الاسكليتا المصل بنسميها استرييتد عضلات مخططة ودي بتبقى شغالة active during the swallowing البلع تانية عضلات اللي في الاخر خالص lower tilt دي بتبقى smooth muscle نعمة خلاص ودي غرضة انها تعمل prestals للحركة الدودية ان شاء الله نتكلم عليها و middle tilt بقى ده بيبقى mix ما بين الاتنين استرييتد على smooth خلاص فخلينا فاكرين المعلومتين دول في تركيب الاستوفيجس قد نخلصنا منها تعالا بقى نبتدي نشوف هو الانسان ازاي بيعمل swallowing أو بلع عملناها في كسور الجدوى اللي كده سهل جدا وييسر عليك الحال بإذن الله على طول ما المفهوم او المقصود بكلمة swallowing او digliotation بلع قال لي هو عبارة عن مرور الاكل من اول التجويف الفمي اللي هو البكة الكافيتي او لورال كافيتي لحد ما يوصل للاستومك العملية دي كلها اسمها swallowing او بلع يبقى هو عبارة عن act of passage هو عبارة عن فعل مرور المستيكيتد فود الاكل الممضوغ اللي انا ما ضغته من البكة الكافيتي الى الاستومك المفروض ان reflex in nature بيبقى عبارة عن ايه reflex رد فعل وده نشوف ازاي هو بيقول لي بيبتدي voluntary ويكمل involuntary خلاص وبيبقى فيه مركز متحكم في عملية البلع يا شباب بيبقى موجود في الميضالة ابلونجاتا واعتقد كده يبقى عب قوي 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 لو حد سأل لي ايه هي الميضالة ابلونجاتا تمام بيقى جواها swallowing center مركز الليه البلع قالوا بقى هم مين اللي قالها يا دكتور الناس الناس عملة تقول اي حاجة شباب عادي واحنا بنصدق ما جاتش علينا يعني قالوا بقى ان عملية البلع دي بتتكون من ثلاثة phases ثلاث مراحل المرحلة الاولى اسمها بقى الفيز المرحلة التانية اسمها pharyngeal phase والمرحلة التالتة اسمها estophageal phase جميل جدا الكلام ده تعالوا نشوف واحدة واحدة هو ايه المقصود بكل واحدة فدهول يا دكتور على احدة قال لي اول واحدة بقى الفيز هو يقصد بي بص شباب كل فيز بتبتدي مكان وتنتهي عند حتة الفيز التانية تتسمى باسم الحتة اللي ابتدت منها الفيز التالتة تتسمى باسم الحتة اللي ابتدت منها يبقى كل فيز تسمى حسب ما تم بداها اول واحدة اسمها بقى الفيز وبقى يعني بقى cavity وسميت كده لأنها بيبدأ فيها الأكل بيمر البولس بيمر من الموث إلى الفاريس من البقي إلى البلعوم والمرحلة دي الوحيدة اللي بتبقى فولانتري ما احنا قلنا يا شباب انه بيبدأ عملية البلع فولانتري وتكمل انفولانتري هي العملية كلها تلاتة فيزس أول واحدة فولانتري والاتنين التانيين انفولانتري خلاص طيب ايه بقى اللي بيحصل في عملية البكة الفيز دي يعني ايه الميكانيزم بتاعها والله بس انت خالص 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 كمان كل اللي فيها وانت بتبلع يعني انت بتفضل طمدق 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 يوم ما تقرر تبلع كده تلاقي لسانك خبط في سقف بقك اه بيحصل الفيشن للطنج طيب ايه اللي بيخلي اللسان يا شباب يرفع يلزق في سقف البقك كده عضلة اسمها ميلوهايويد مصل اسمع ايه ميلوهايويد مصل ودي الغلط منها ان انا ارفع لساني الفوق بزق الاكل الورا عشان اضحرجه وينزل على مين بس حلوة ضحرجه دي بس ومن هنا جات الاغنية بقى البلع الاغذائية وهي نزلة تفضل تغني والضحرج ويجري يا بالع غذائية وتعالى ما تجريش يا بالع غذائية اي كلام في الهجايص وخلاص طيب الحاجة الثانية شباب قالوا وهي الفارنجيا الفيز الفارنجيا اللي بتبتدي الاكل يمشي فيها من اول الفارنجس الى الاستوفيكس عظيم جدا ودي بتبقيه بس تكبروا سرعة شوية اوكي ابقى عودي قدام ما تقعوديش ورا كده حاضر الله العظيم اللي بيقولي يكبر ولا مش شايف دي انا فعلا حرفيا اللي هو بص اه يعني بزاك اللف وشك بعد كده دي فرح صحة فرح؟ لا يا دكتور اميرول ماشي اميرول ماشي اوكي نسوتكم عامل زي بعض خربت كده طيب قال لي تعالى بقى في الجزء اللي هو الفارنجي الفيس الاكل بيمر من اول الفارنجس لحد ما يوصل ليه الاستوفيكس الحتة صغيرة الحتة دي بس كده ودخل نقولها الكافتي الهنا ادي بقى الفيس من اول هنا الهنا اسمها فارنجي الفيس من اول الاستوفيكس لحد ما يوصل ليه الاستومج بالمنظر ده بنسميها استوفيكي الفيس جميل جدا ايه بقى اللي بيحصل هنا قال لي الطنج لسه ما زال لازق في الهارد بلد سقف البق يعني المرحلة دي تخدش ثانية لسه الاكل لازق سوري الليسان لازق في سقف البق فوق ليه بقى قال لك ليه وازاي ازاي لانه لسه عامل الكنتراكشن للعضلة اللي اسمها ميلوها يويد ماصل تمام يا ندا وبعد كده ليه قال لي عشان الاكل ما يرجعش من البق تاني افضل قافل قدامه السكة عظيم جدا طيب بعد كده نفكنا من السطر ده دلوقتي بس قال لك ساعتك لازم وهو الاكل بينزل من الفارنجس الى الاستوفيكس لازم يحصل تلت ريفليكسات بروتكتف وقائية للانسان إيه بقى وانا نزل من الفارنجس ممكن الاكل ينزل هنا في اللارنجس بحنجرة ولو نزل في مجرى النفس قدام هنا كده هيخلي الانسان يشرق قبط انه ممكن يموت طيب ما هو ممكن الاكل برضو يرجع تاني عن طريق الماوث وممكن يرجع عن طريق ليه النوز مش هو الفارنجس فاتح جزء قدام النوز وجزء قدام الفارنجس وجزء قدام الماوث الأورال كافيتي وجزء قدام اللارنجس أنا دلوقتي لاكل نازل كده عايز أضمن استمراره انه هو يبدأ ينزل في الالسوفيجس يبقى لازم يقفل له الطريق ده والطريق ده والطريق ده فبعمل ثلاثة بروتكتف ريفليكس تمام ايه هم ما بقى دلوقتي يا سلوى الثلاثة بروتكتف ريفليكس دول قال لي واحد ريفليكس إليفيشن للارنجس قلق الحنجرة أثناء البلع تطلع طفاحة آدم ترفع لفوق شوية ليه عشان ييجي يغطيها من فوق كده حاجة عاملة زي الشيس الورقة حاجة اسمها لسان المزمار AB glottis هو أصلا يا شباب التجويف بتاع الحنجرة بيسموه glottis الحاجة اللي بتغطيه موجودة فوق إيه فايسموها AB يعني فوق glottis تمام فاحنا لو بصينا على الحنجرة بيبقى شكلها عامل كده تمام عايا كانت شكل كلابي كده ودي كده الأحبال الصوتية اللي اسمها vocal cordis تمام المنطقة المحيط الدائرة ده كله جاي بنسميه حاجة اسمه اسمه glottis فيتغطى كده بشيس بالمنظر ده خلاص الشيس ده بيبدأ ينزل برضه ويطلع اسمه ابي جلottis اسمه ايه ابي جلottis تمام يبقى اول حاجة رفعنا اللارينكس عشان نبدأ نعمل ايه نقفلها بالابي جلottis والفوكال كورديس يقربوا من بعض يلزقوا في بعض عشان يقفلوا التجويف ده جميل انا كده قفلت السكة رقم واحد تاني حاجة لو بصينا كده يا عبد الرحمن يقول لي نعمل reflex elevation للصفت بالت ايه بقى الصفت بالت اه فعلا الابي جلottis بيبقى يلزق كارتلج شوي تانية حاجة يقول لك بنعمل elevation للصفت بالت ايه الصفت بالت ده شباب لو احنا بصينا على سقف البوء اللي احنا عارفينه اسمه هارد بالت لو فضلنا مكملين معه ورا خالص هنلاقي فيه حتة لحمية صغيرة اسمها الصفت بالت دي رسمة جميلة جدا موضحة موضوع اللي سوالوينج ادي اول حاجة دي كده ليه البولاس اوف فوت اللسان ان كنتك تجدها لازق مع الهارد بالت الحتة دي كلها بون كل دي بون لحد الحتة دي كده بتبقى صفت اللي انا نظليلها بحمر دي صفت تمام يبتدي اللسان لما رفع لفوقه لزق زق الاكل الورا والاكل لما زق بقى نزل في الفارينجز دي كده اول مرحلة اسمها ايه اسمها فارينجي الفيز المرحلة التانية اللي اسمها سوري اسمها بقى الفيز التانية بقى اسمها فارينجير الاكل دلوقتي نازل من هنا عايز اضمن اضمن يا دكتور ان يفضل نازل لحد ما يوصل لا ينزلش لهنا ولا يرجع للموس تاني ولا يطلع لفوق نعمل ايه بقى عشان ما يطلعش للموس تاني اللسان لسه لازق في سقف البق وعشان ما ينزلش هنا في الحنجرة في اللارينكس اللارينكس ترفع وتتغطى بلايه بجلوتس باللسان المزمر تقفله شايفين بقى الحتة دي يا شباب دي كده اه تيجي ترفع تبقى عاملة كده اهي يعني ليه ايه بصوا كده يا شكلها بالزبط عامل زي الصبعة كده تبدأ اسنان البلعة تعمل كده تمام كده لما عامل كده بالمنظر ده قفلت الفتحة اللي ممكن تطلع علي الاكل عن طريق من خير يا سلام طب وبعد كده قفلت هنا قفلت هنا قفلت هنا خلاص اطبح الاكل مضطر ان ينزل في مصار مصار واحد انا وهو الاستوفيجس عظيم عظيم جدا تعال نرجع بقى للتلات نقاط البروتكتف ريفليكس اول واحدة اللي حصل ريفليكس اللارينكس يرفع اتنين الصفت بلد يقفل النوز من وراء اللي هي مغلقا فاتحتين المناخين اللي وراء عشان كده الفود كانت مقدرش يخش الانف تلاتة وانا شباب رسول صلى الله عليه وسلم علمنا من اداب الطعام ان احنا ما نتحدثش على الطعام للناس اللي بتشرق كتير والكلام ده كله تلاقي بقى عز الجه يقول لك انا مش هارف مين اللي جه في سرتي انا ما عرفش صراحة مين اللي جه في سرتي وهو يعني مين قاعد يعني يفكروا محور الكون ويجيب في سرته اصلا اصلا فما علينا يعني المهم ما فيش حد بيجيب في سرة حد يشرق ده كلام فيه في اي حاجة وخلاص وما ليه اللي بيحصل اخلينا بتعليم رسول صلى الله وعدنا نتكلم في ليه نتكلم فسط الاكل انت المفروض يا شباب رب الله سبحانه وتعالى عمل لك ميكانزمات جبارة تخليك يعني تعمل ايه لحظة البلع لا تتنفسش يا شباب لان كل حد فينا لما بيبلع لازم يوقف النفس طب ما انا يا شباب لو بتكلم اثناء البلع الكلام ده نفس فييجي مجرى النفس يقفل كويس ما يلحقش يقفل لعما لا تتكلم اتكلم بوم 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 ما بالراحة يا عم كل براحتك وبعد كده بتكلم ليه اللي اتنين مع بعض عرفش ناس تتعجل ليه كده تمام يبقى تاني حاجة او تالت حاجة رفلكس ابنية ابنية هنا ا معناها ما فيش بينيا نفس ا بينيا معناها ما فيش نفس النفس يوقف تمام كده طيب وده من خلال ان الاسوالوينج سنتر مركز البلع اللي موجود في الميضال وابلونجاتا يحصل له ايه يحصل له ان يعمل انهيبشن للرسبيراتوري سنتر يعني انا دلوقتي ببلع يجي هو مركز البلع يبعت لمركز التنفس يقول لها مركز النفس وقف النفس لحظة البلع بسك يا شباب ليه بقى قال لك عشان تضمن ان مجرى النفس يظل ايه مغلقا شاطينج ايه مقفول باستمرار وكويس جد حل دول تلاتة بروتيكتف ريفليكس لازم يحصلوا اثناء عملية البلع طيب يقول لي هنا بقى الفارينجي الماصل بتاعتي اللي هي عضلات الفارينج لما نزل لها الاكل تبتدي الكنتراكت اه يبقى كده الفارينج بدأ ينقبط وبعدكها تحت الاسوفيجس طب ما قالوا الاسوفيجس ده شباب في بدايته هنا كده بيبقى فيه ايه نه بيبقى فيه سفينكتر محبس عشان الاكل ينزل من الفارينجس الى الاسوفيجس لازم الاسوفيجس ده يفتح فنلاقي ان الابر بارت بتاع الاسوفيجس اللي هو ده اللي هو السفينكتر يبتدي ريلاكس يفتح عشان يستقبل الاكل اللي نازل من البلعون. يقول الحمد لله بالسلام يا راجل عمل شي كيف وكده بقى. عليش تلايني كده مندمج شوية. شنجعان بس. طيب ده كده المرحلة التانية. المرحلة التالتة يا شباب اسمها السوفاجية الفيز. وكلمة السوفاجية الفيز معنان الأكل بيمر من أول السوفيجس لحد ما يوصل لمقره الأخير ومثوية الأخير. ألا وقال السوفيجس طيب. يحصل الكلام ده ازاي? دلوقتي الأكل موجود جcous السوفيجس. عايزين نحركه ونزله حد للسوفيجس. هل ينزل في الجرافيته؟ لا. ليس الجرافيته اللي ستنزلي الأكل. اما ليه بقى. الحركة الدودية للأمعاء. تمام؟ الأمعاء بتاعتي والسوفيجس احنا منذ الناس من التكلم عن السوفيجس يبقى مش أمعاء. خلاص. من التكلم على السوفيجس يبقى السوفيجس يعمل حاجة اسمها بريستهلس. حركة دودية. الحركة الدودية دي تبتدي تدوس تدوس على اكله وتزقه خلاص لحد ما يبدأ ينزل ايه في الاستمر يبقى ده من خلال البرستالتك موفمينت بتاع الاستوفيجس طيب هو طول اللي هي مكونة من ثلاث حاجات واهمهم هنا طبعا بيعملها الاستوفيجس تمام بعد كده اخر حاجة اللي هو طول الاستوفيجس تقريبا بيبقى نبوبة عضلية طولها حوالي 20 صنطي هل يقضي المسترى اللي انتوا بتسطروا بيها ده كده عملية الايه السوالوينج يا شباب ده طبعا الرسم بتاعها تمام ؟ طبعا ده شكل الحركه الدودية او البرستالتك موفمينت باين في الرسم كويس جدا هنا بدأنا يدوسنا هنا وبعد كده يهي fro relaxed الاكل نزل بعد كده يجينا دوسنا هنا والبعدها relax فالاكل نزل جينا دوسنا هنا و بعدها relax فالاكل نزل تمام متتبعة وهما بيش بيحصلوا ادي السين طايم يعني اوكي اوكي ولا ما اوكيهش اوكي اوكي بس يوم فضل لا اخذ استماموا راح 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 القلب يطعيب راح عندليب يا ولاد في الحصة انا هغني لكم في اخر حصة ايه رأيكم غني غني حاضر يا عم بالراح تخيلوا كل ده بيتسجل تخيلوا دي ولا يهمني اصلا اصلا ولا يهمني على رأي المثل كلام الناس لبيقدم ولا ياخر ولا يهمك كلام الناس لبيفتر ولا بيعشي ولا يهمك ولا حتى بيغدي يا شباب احنا قديني الناس تكلمت قد كده ما تغدتش جعان هنعمل ايه ده بدلا ما حد يدخل علي كده وانا قاعد مسلا بشرة حيدي لي نص فرخة كده ولا حاجة لا اله الا الله الله سننسى اكسم بالله شوف بقى يعني باجي على نفسي عشان خاطركم ازاي دكتور اطلب اردر يا دكتور يعني اطلب اردر هي المشكلة على فكرة المشكلة مش في تجهيز الاكل المهمة ربنا يديها الصحة بتعمل بس الفكرة كلها تدخل كلش هتقول لها يجيب لك الاكل والله بدي الحصة هعمل ايه يعني اسيبه مقوم طيب من هعود الاكل جافية بريك نص ساعة المشكلة انا باكل وناء يعني باكل ونعز بقى جاي بقى مساشفة عبان عايز انام فلو كلتا هنام على طول هيبدلكم الحصة في الحلم بقى ان شاء الله حتى نتخيل نبقى نحلم ان احنا جوا الجهاز الهضمي ونمشي جواه ونشرح المهم نتقابل بقى يلا معا علينا اقول لكم نكتة اقول لكم نكتة عايزين نكتة بايخة او نكتة حلوة اللي عايز طيب استنى انه اقافي ريكورد الاول طيب في بقى ملاحوظة مهمة جدا بسبب موضوع البلع او الاسوالوينج دا ايه بقى قال احيانا الاسوالوينج ريفليكس بتاعنا اللي هو الريفليكسات اللي بتحصل التلاتة اللي اصناها عملية البلع في حاجات منهم بتفشل يحصلوها فيه لير فساعتها افرد مثلا لما جيت تبلع مجرى النفس بتاعك ما قفلش كويس فنزل جزء من الحاجات بتاع الاكل في مجرى النفس انا عايز اقول لكم اللي بيشرق دا يا شباب مش بيشرق والله لان حد جا في صرته خالص الشرق اللي احنا كلنا بنبقى هنموت بسببها دي والله حماية لك انت بتشرق عشان ربنا سبحانه وتعالى بيحفظك ليه بقى الشرق دي بتبقى عبارة ان فيه نقطة مية او فتفوتة اكل عارف انت مثلا لو بتاكل كسكسي عارفين الكسكسي الفتفوتة الصغيرة منه دي قوي لو نزل جوا مجرى النفس تخريك تفضل تشرق تشرق اللي امتى مش لحد ما بتشرب مية يعني الشرق مش بتخف بسبب المية وانما بتخف بسبب الحاجة اللي دخلت مجرى النفس بيكون طلعت يعني انت بتقح عشان تطلعها طيب يا دكتور كل ده عشان نقطة مية قطرة مية تسوي حياة عشان قطرة دي قاف دي بقى لانها لو كملت ونزلت لحد ما وصلت للحويصرات الهوائية تعمل لي نيمونيا والتهاب رئوي فربنا سبحانه وتعالى عاملك وظيف وقائية رهيبة جدا سبحان الله جبارة فقال لك ايه رأيك مثلا لو الفود الاكلة او الشرب الليكوز انت بتبدأ تشربهم ووصلوا للتراكية لمجرى النفس القصبة الهوائية ساعتها بقى تبدأ تحس ان انت بتتخلق احاوش قادر اخد نفسي تحس بحاجة اسمها اختناء تمام وتتقفل التراكية خصوصا بقى هو هنا بيتكلم حتة فود او ليكوز ما بيتكلمش على فتفوتا بيتكلم على حتة بولس يعني حتة كبيرة شوية لو فلتت ودخلت مجرى النفس توصل لدرجة ان هم ممكن يعملوا لكم اختناء تخيلين انا كان ليا بنتعمي من فترة كده في موجة الكورونا الاولى يعني من حوالي اربع خمس شهور كانت توفت بسبب الموضوع ده حامل في طفلين صغيرين وهي عادة يوجوزها بالليل كده الساعة 12 بتاكل وشرت ما نحيش يوديها المستشفى وهو ما بيعرفش يعمل خلاص وده بيوضح لنا شباب اهمية يعني لو عمل حركة معينة ممكن ينقذها ما بيعرفش خلاص فخلاص مش هتلحق تروح بيها المستشفى فماتت يعني ربنا يا رحمها ويغفر الله سمحها خلاص فموضوع اللي تشوكينج والفيرستايت بتاعه مهم جدا عشان كده شباب احنا لما منيجي نجبر ومش عارف لازم نتعلم فيرستايت وانا عايز اقول لكم مثلا انا صغير لحد الان حضرت بتاع خمستاشر كورس فيرستايت كل كورس اسمع روح احضره لحد ما بقيت ترينر فيه خلاص بقى تمام فالموضوع مهم جدا احنا نعلم الناس ونتعلم الحاجات دي طيب ساعتها بقى الريزلتينج اللاك اوف اير وي هيبدأ يؤدي الى مقص الهواء اللي بيدخل جوه اللونج خلاص واللي ممكن يكون فايتال مميت لو الماتيريال دي نود ديس لوجد ما طلعتش بفيجر سكف لو ما طلعتش بالكحة طيب ايه بقى الفيرستايت اللي احنا ممكن نعمله يا شباب قال لي عندي ممكن نعمل حاجتين المنظر اللي في الرسمة ده خلاص اللي هو الForward Upward خلاص Forced Upward Thrust of Diffrage يعني منيجي عند عضلة الحاجات بالحاجز ونيجي بالنقل زي بتاع الصابعة كده ونبدأ نضغط على عارفين عضمة اللي احنا كنا اخدينها كانت عاملة كده اهي عضمة الليسترنم عبارة عن Manipra Mr. Noe وبادي تمام والجزء الغدروفي اللي هو Savoid Process احنا بقى لما بنبدأ نعمل Five Thrust ده او الثrust عموما الثrust اللي احنا نضغط بالنقلز نضغط على الجزء الغدروفي فتيجي ضغطة وراها تمام كده اه دي اسمها ايه اسمها Hamlet Manover اسمها ايه مش Hamletch لأ Hamlet Manover في بقى طريقة تانية بنستخدمها عادي مع الناس الكبار او الاطفال الصغيرين بنعمل حاجة اسمها Back Slabs Back Slabs دي يا شباب اللي هو مثلا لو واحد اه شرقان ولا حاجة باجي ظهر وعمل كده يعني هو اميل وشه قدام واجي بأيدي اخبط كده بص مش باخبط كده لأ باخبط كده بص كده كده بالمنظر ده خلاص كده الفوق مش مش باخبط كده كده بشكل عمودي لأ بشكل كده واطلا تمام اسمها Slabs باخبط خمس ست مرات كده لحد بالدنيا تروق معا تمام ده كده بالنسبة ليه الفيرستيت بتاع يعني المياه مش ديها اي علاقة يعني هو ما اشربش اصلا خالص ملاش اي لازمة وصلت انت عارف فكرة الميا ايه فيسيولوجيا يعني ان لما بشرب ميا ببلع الكحة اللي انا عملا كحها دي هي فعلا بتقف بسبب الميا بس المفروض ان انا كحها يعني المفروض الطبيعي سيبيه كحة لحد ما يطلع الحاجة طب والميا بتوقف الكحة ازاي الكحة نفس لازم تكونوا فاهمين ان الكحة عبارة عن نفس فانا لما ببلع الميا بيشتغل الـ اللي احنا قلنا عليه بيروح يعمل الـ للـ في مركز التنفس يوقف يوقف النفس يوقف في القحة خدت بالك بيشتغل وده هيفيتو يعني بدل الكحة المفروض انها كانت هتطلع الـ الناس لا عندهاش مفروض انها بيكحة بسبب كده للأسف غير بقى ثقافة الجيال وصلت تمام طيب كده خلصنا الـ تعالي نتكلم عن ثالث حاجة الا وهي الاستومك الاستومك شباب اللي هي المعدة نتكلم بقى الكلمتين اللي فيها مهمين جدا 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 مكان الاستومك موجودة تحت الـ 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 العضرة دي حاجة بالحاجز موجودة تحتها على طول نحية الشمال الاستومك في الشمال طيب تحت الـ الـ الحاجز عضرة التنفس دي الـ وظيفة الاستومك قلناها في أول صفحة لما قلنا ايه هي اللي تجرني وفود رحلة الأكل بيحصل جواها ديجيشن واكتر حاجة تتهضم جوا المعدة اللي هي البروتين زي شباب طيب بيقول لي بقى لو احنا كده بصينا عليها بيقول لي with accordion like folds يعني بيبقى ليها folds كده زي عارفين الأكورديون الأكورديون اللي هو بيتمسك وتبقى لعبه وانا صغير اللي هو بيتعلق بالكتف كده ويتعامل الصبع كده وهنا في حاجة بتاع من ايه كده عارفينه جميل قوي حبيت زي الأكورديون وهبيط ايه بتقفل وتفتح قال لي هذا الأورجان يقدر يحصل له stretch لحد ما يستوع بكمية من الأكل والشرب وتوصل ل2 لتر ودي الكمية كبيرة مش صغيرة طيب جميل جدا ولو انت مش متخيل ل2 لتر يعني تخيل كده تجيب إذا 60 مية من الكوبار دول وشرب طيب ده كده بالنسبة ليه الفونكشن اللي أنا عايز عرفها انه هو بيبقى مسؤول عن الديجيش اش عايز عرف اكتر من كده اللي بعد كده السيكريشن اللي الاستومك يا شباب المفروض ان هي جز إكزو كراين يعني بتطلع إفرازات قنوية تصب على طول في الاستومك ألا وهي الجستريك جوس اللي بسيطة خالص الفون لما بيبدأ يطلع عليه شباب الجستريك جوس او العسرة المعدية دي يختلطوا مع بعض ويكونوا حاجة بيسموها كده كايم اسمها ايه كايم وبيسموها بالعربي كايموس سموها ايه كايموس تمام تحس انها بيحضر كده ايه بيحضر تعويزة يبقى اسمها كايم القايم عبارة عن الجوس زائد الاكل اللي موجود في الاسطمك واللازم يتكون في الاسطمك ودي اللي بتتزحلق وتنزل الانتستين ويتم الامتصاص منها تمام كده يا شباب تمام يا سلوى سلوى سمعت اول نكتة وقفل طيب تعالوا بعد كده نبتد نشوف الديجيشن الديجيشن السببب انا عايز تفاهمكم برضو انه بيحصل بنوعين في حاجة اسمها كيميكال ديجيشن هضم كيميائي وفي حاجة اسمها ميكانيكال ديجيشن ومهمة وانكم تفاهموا الفرق ما بين الاتنين لانه عبيته سهل بس مهم الكيميكال ديجيشن من غير حركة المعدة خالص ده الانزيمات والاحاجات اللي بتطلع من المعدة هي اللي بتكسر الاكل من وحدات كبيرة الى وحدات صغيرة في بعض الحاجات كده انا اخدها والميكانيكال ديجيشن نتيجة الميكانيكا بتاع الاسمك حركة الاسمك فاول حاجة اللي بدأ نتكلم عليها هي الكيميكال ديجيشن طيب فيه يا جماعة مكونين اساسيين للجاستريك جوس هم اللي بيقوا مسؤولين عن الكيميكال ديجيشن ايه بقى الاتنين دول اول واحد فيهم اله سي ال وما اضراقه مع اله سي ال الاسمك يا شباب اكتر جزء حامضي في الجسم الانسان كل خلاص يوصل البيتش بتاعته الواحد ونص واثنين يعني قليلة جدا يعني حامضية قوي اله سي ال بيطلع فيها ميت نار تمام طيب ايه فايدت بقى اله سي ال ده قلي بيدي سربت الاكسرا سيلر ماتريكس خلاص ويبدأ يدي الى باين سيلس تو جيدر ان ميت ان دي بلانت يعني ايه الكلام ده هو بيبدأ يفك الخلايا اللي ماسكة في بعض خلاص اللي هي ايه باين دي سيلس تو جيدر اللي هي الحاجات اللي ماسكة في بعض سواء بقى مثلا اللحوم والبلانت الكلام البروتيني عموما تمام طبعا كلام قوي تحس انه هو سينتيفك بحث يعقى ايه الكلام ده مش مهم اللي مهم بقى اللي جاي جدا خلاص فيه كلام كده لما تقرأ بعد كده تحس انك مش لازم تحتفظ به يعني ايه دي سربت اكسرا سيلر ما تفكك يا عم ما استفدتش منها حاجة عملية قوي يعني انما لا استفد بيها بقى ان خلاص بتاعه لما يبدأ يركز البيتش بتاع الجسر الجوز توصل لحوالي اتنين وانا دي يقولت لكم واحد ونص واثنين تمام طب وليه كده لان انا مثلا باكل من عند علي علوكة واشرف كخة عايز انا اطلع ايه طيار لا عايزك تاكل اكل فيه بكتيريا تاكل وانت متطمن كل من عند علي علوكة واي حد من انت تاكل عنده ده طب وبعدين يا دكتور مش خايفش خايف يا عم ربنا السطار يا دكتور بس يعني خد بالك يا عمي احنا مصريين عندنا مناعة عم ناكل فول كلام اللهبة بتاع الناس ده طيب الفكرة كلها بقى ان احنا لما مناكل اي اكل ومعارض ان فيه بكتيريا نسبة كبيرة جدا من الاكل بتاعنا كده ما تخافش اللي استمك عندها شوية HCL جبار ما يخلي الوسط بيوصل لحد بيه H2 بياتل اي بكتيريا ممكن تنزل معظم البكتريات قلمة لما تلاقوا بكتيريا قلمة فيه طبعا بس قليل جدا لما تلاقوا بكتيريا مقاومة للايه لذي الحموضة طيب الحاجة التانية من وظيف الHCL انه بيعمل Unfold معناها يفك بيفك البروتينات يا شباب اللي موجودة في الاكل ويبدأ يزود الاكسبوجر بتاعها للبيبتايد ايه يخليها بتبدأ تتعرض للانزايمز اللي تبدأ تكسرها اكتر فا اكتر يبقى ويبدأ يعمل البروتينات اللي مسكة مع بعض بالمنظر ده يبتدي يفكها يفكها ويبدأ يحطها قدام الانزايمز خلاص يقول لها كسر 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 بالمنظر ايه بالمنظر ده تمام كده يا شباب طيب مين بقى الانزايم اللي هيكسر البروتين اللي هو البروتين ديجستني انزايم الا وهو البيبسن الببسن بقى وциюفنس والمرندين والكلام اللي انتوا ايه عارفينها وجلد شيبسن والكلام ده عارفين الانزايمز التانية دي يا شباب التي بقولها او مش عارفينها عارفينها صح اما حاجة هكونو عارفين بتخدم ايه طبعا بتخدم السنان بتخدم العضم بتخدم كده تدم بها الكلام اي حاجة انما البيبسن بيضم ايه البروتين بيبسن يضم بيببروتين طيب البيبسن ده لو جينا بصينا كده عليها نورهان نلاقي ايه بقى يقولك عكس كل الانزايمز ازاي يعني كل الانزايمز يا دكتور محتاجة وسط الكالاين عشان تشتغل الا البيبسن محتاج وسط اسيدك ابن اللزينة ده هو الشاز اللي فيهم يبقى على عكس معظم الانزايمز بيحتاج اسيدك ميديم في شغله تمام عشان كده دايما الـHCL يا شباب هو اللي بيأكتف البيبسن هو بيفرس في صورة غير نشطة من يفرس في صورة اسمها بيبسينوجن اسمها ايه بيبسينوجن والحد ما لاخد البلد ان شاء الله اعرف ان اي حاجة اولها برو واي حاجة اخرها جن بتبقى inactive فده اسمه بيبسينوجن inactive شيل الجن تبقى بيبسن active تمام كده طيب انت بتعمل ايه بيبسين لو انت حطيت في دماغك ان هو بيهدم بروتين خلاص الجملتين دول يبخلصوا هو بيكليفز البروتين بيكسرها الى فيبدأ يحصل لها تتهدم اكتر واكتر يعني هو بيحول البروتين ل والبولي بيبطايد لأمين واسد عشان تبدأ يتمتصف ليه في ال small intestine تمام؟ طيب فيه بقى حاجة مهمة جدا 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 زمان ونفسنا ويكده في الاحياء كان يقعد يقولينا لفظ جميل جدا يقولك هي المعدة دي مش هي بتهدم بروتين زي شباب؟ قلنا ايوة طيب البيبسين ده مش بيهدم بروتين اه طيب والجدار بتاع الاستومك مش عبارة عن مصرز معمولة من بروتين اه يقولك لماذا لا تهدم المعدة نفسها ليه الاستومك لا يستخدم يقولي يا شباب لان المعدة لما بتفرز البيبسينوجين ده ركز بقى مش بتفرزه جوة الخلايا البروتينية هنا لا هي بتكونه في صورة غير ناشطة وتفرزه هنا غير ناشط هو لما يجي يفرز في التجويف ده يحاول يجي يشتغل على الخلايا دي لها مغطاة بطبقة وقية كود كده بيغطيها فما يدرش يقرب لها زائد انه هو لما بيبدأ يفرز يفرز في صورة غير ناشطة فما يقربش اللي هنا يعمل لها حاجة يعني هو بيتكون هنا مش بيبقى ناشط فما يهضمش خلايا الاستومك نفسها البروتينية ليه لأنه بيفرز في صورة inactive ويتأكتف في التجويف بتاع الاستومك بفعل الHCL تمام؟ طبعا بيتغطى بطبقة وقية ليه عبرها بميوكاس طبعا تمام؟ طيب عظيم جدا ده بالنسبة ليه البيبسن وليه المعدة لا تهضم نفسها جميل قال لي هنا لو جينا بصينا على هزي الجمال يقول لي لأن البيبسن ده بيخرج باول ما الاكل يدخل المعدة او الا الHCL يزيد الHCL الاول طيب تمام؟ طيب بصوا بما معي قال لك ساعدتك ليه المعدة ما بتهضمش نفسها لأن الGestric Juice بيبقى Archiped Inactive لحد ما يحصلوا release في اليومن يعني ما كان الـ activation بتاعه جوه اليومن مش جوه الخلايا زي ما احنا قلنا طيب ايه هي الخلايا بتاع الاستومك؟ الصراحة فيه اربع انواع من الخلايا ابرزهم من الاتنين اللي عندك دول خلايا اسمها Chief Cells وخلايا اسمها Barital Cells تاني خلايا اسمها Chief Cells وخلايا اسمها Barital Cells عايز اقول لك على حاجة بصوا كده معي لو ده الاستومك وده الجدار بتاعه الجدار بتاعه مش ستريت كده لا وما اللي بيبقى فيه ثناية فولدس بالمنظر ده عشان يزود السيرفس إلي بتاعته تمام كده؟ تمام جينا خدنا الثناية دي وكبرناها لقينا ثناية نزلوا طلعا نزلوا طلعا نزلوا طلعا طيب حبيت الموضوع قوي طيب الثناية دي يا شباب لما جينا كبرنا واحدة فيهم كده وبصنا على الخلايا لجوها لقينا الشكل ده يا سلام يا سلام فين بقى الخلايا بتاعت النوعين اللي احنا قلناها هوم ادي الخلايا الحمراء دي خلاص اللي اسمها تشيف سيلز ودي الخلايا الصفرة دي اللي اسمها برايطال سيلز اسمها ايه؟ برايطال سيلز اهان جميل جدا عظيم قوي الكلام ده ايه بقى اللي بيحصل يا دكتور الدكاترة الشطرة دي بص بقى قالك أول حاجة البرايتل سلم اعرف عنها إن هي بتطلع الـ HCL بتفرز مين الـ HCL جميل جدا طيب ويقول لي في إفرازها للـ HCL هذي البرايتل سلم طبعا هو موجود CL لهو كولوريد محتاجين له هايدروجين عشان نبدأ نعمل HCL مع بعض الهايدروجين ده عشان يطلع من جوة الخلية البراها كده لابد من وجود حاجة اسمها بروتون بومب ليه بقى يا شباب؟ ده الخلية تمام؟ ده كده سلم مبريم بتاع الخلية وهنا جوة الخلية وهنا برة الخلية الهايدرجين برة الخلية بيبقى أكتر من جوة فلما ه Saul هالحن من جوة الخلية البرة يبقى جينيس يبقى محتاج فبستخدم حاجة اسمها بروتون بومب اسما يبقى بروتون بومب اللي هي ATB driving بومب نكتب كده قدامها بروتون بومب طب يا دكتور ما يستخدم من البر استخدم من البر فيه؟ من اللي بره ده تركيبات يعني مداخل في تركيبات معين وصلت قال لك ساعتك بقى عشان كده أقول لكم معلومة لكم انتوا بقى يبقى إذن يا دكتور عشان نكون HCL لازم دايما البوم بيه تشتغل الناس اللي عندها اسمع الحتة دي عشان مش عليكم الناس اللي عندها ما يسمى بالجستريك ألسر قرحة المعدة أو ممكن نسميها بيبتك ألسر الناس دي لما بدلها علاج للقرحة بدلها حاجة تقلل لHCL اللي بيقل لHCL اللي فيه كذا أدوية بكذا ميكانزم أحد هذه الميكانزمات وأهمها إن أنا بدي بروتون بومب انهيبتور معايا يعني بقفل البومب دي في السيل اللي يطلع ما يليقش H فمش هيتكون HCL تمام فكده أنا بقلل الإفراز لإيه لHCL عشان أحافظ على المعدة شوية ما تنتكلش أكتر طيب ده كده أول واحدة ليه البرايتة مثل تاني واحدة لتشيف اللي تشيف دي شباب هي اللي بتطلع البيبسين بس بتطلعه في صورة غير ناشطة اسمها بيبسينوجين اسمها إيه؟ بيبسينوجين تمام الHCL اللي بقى هو اللي بيحول البيبسينوجين إلى بيبسين إلى مين؟ بيبسين تمام آآ بس الهايدوجين بيطلع منها بامب آآ بيطلع هيدوجين بس يعني البامب دي معمولة الهايدوجين بس يا نور أوكي عظيم جدا قال لي ساعدتك خلال البروستس اللي احنا عملناها دي كل من الHCL والبيبسين اللي بيتكونه جوه اليومين بتاع الاسطمك نطوذين السيلز مش بيتكونه جوه السيلز بتاع الاسطمك لا لا بيتكونه جوه اليومين أو التكويف عظيم البيبسينوجين بيتأكتف ازاي؟ بصوا بقى شباب أنا دلوقتي كان عندي بيبسينوجين اتحول إلى اكتف بيبسين ازاي شلت الجن طب ايه اللي يعمله كده رقم واحد يبدأ الHCL يحول دل ده ويجي البيبسين يروح يهضم بروتين وشوية منه تيجي عامل اوتو اكتفشن لنفسها فا احنا مش عندنا جزء واحد بيبسينوجين احنا عندنا كتير فنكتف شوية بالHCL وشوية بالاوتو اكتفشن ان احنا الاكتف ايه البيبسين اللي تكتب يجي اكتف نفسه تمام كده تمام ولا ما تمام تمام جدا طيب بعد كده شباب قال لك تعال نبدأ نشوف بقى يقول لك ايه وين الHCL والبيبسين لما بيتكونوا خلال الليومن why are not the cells that line the stomach damaged هي ليه مش بيحصل لها damage يعني السلز بتاعتي ركز معي ليه مش بيحصل لها damage حد كده يفكر حدك لي السلز ان اللي بيسيليل cells بتفرس ميوكس فده بيحميها بيحمي البيبسا ان هو يرجع يرياكت على الاستومك بالضبط اقول لكم على حاجة بصوا معي السلز بتاعتي يقولي are vulnerable للجاستريك جوس وللأسد tolerant pathogens in food or water يعني ايه الكلام دا السلز بتاعتي بتاع خلايا الاستومك دايما في حالة خطر لانها معرضة دايما للجاستريك جوس وليه الباثوجين اللي هي الكائنات الممرضة اللي بتقاوم الأسد بتاع الاستومك ورغم ذلك don't damage it ليه قالي لان الخلايا بتاعتي المبطنة الاستومك البعض منها في احد انواع اللي هي مش مذكورة هنا كمان لو لتلك في اربع انواع مذكورة منها اتنين بيفرز ميوكس مش كده وبس كمان يا شباب ان الخلايا المبطنة للجدار بتاع الاستومك من هنا كده دايما بتعمل والضيف ابثيليا اللير على الخلايا الاصلية تضيف خلايا ايه خلايا تانية على الخلايا الاصلية الابثيليا اللير دي بتبطن الاستومك من جوة اه وبعد كده قالك ساعدتك لو حصل أي إيروجن ولا حاجة الطبقة اللي تكوني دي اللي تقع ولكن خلايا اللي السمك الأصلية لسه مازالت سليمة صح إبه دايما عندنا الإبثيليا اللير اللي بتتكون جديدة بتستبدل اللي حصل لها دامج اللي هي الأورانج ولكن الأصلية الزرق زي إيه زي ما هي إبه فيه حاجتين بس بيحموني الحاجتين دول اللي هو الميوكس اللي بيفرز ويعملي طبقة واقية والحاجة التانية الإبثيليا السيلز أو لير اللي عملها تتكون كل شوية طب بتتكون كل هذه الخلايا أو اللير بتتكون كل ثلاثة أيام وتسقط كل ثلاثة أيام وتسقط وهكذا تمام طيب قال لي بالرغم من هذه الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى عملها لي إلا إن أحيانا بيحصل إيريال دامج حاجات بيحصل لها دامج من الإستومك الخلاياة البطن الإستومك ونسمي هذا الموضوع بيبتك ألثر وجسرك ألثر زي ما إحنا قلناها تفضل عبد الرحمن طب دلوقتي لو يعني حصل خلل في الحور ده إن ما بدأتش تعمل والبيبسن اختراق جدار المياه هيا مليه بعدين ألثر بتعارف إيه فكرة الألثر إحنا ليه ما بيحصل لناش في الطبيعي ألثر المفروض إن إحنا عندنا في ميوكاس بيطلع والهي سيل بيفرس في اليومين الميوكاس بيحميني وفي إبيثيلي اللير بتتكون على طول طيب الألثر مجرد أن يعمل القرحة بس إلا هو مش يخرج من الماد على عمل أي حاجة لا طب هو الألثر دي بداية أصلا إنت لو الألثر إنت ما خدتش لها علاج والريس فاكتور بتاعك يعني مثلا حصل لك ألثر بسبب شرب الكافيين كتير ولسه بتشرب أكتر الألثر دي تعمل لها في الاستومج تنزف يا بابا تبليد جوه وصلت حلو جدا فإحنا عندنا دايما الألثر فكرتها إن فيه زيادة في اله ونقص في الميوكاس باريير الحاجز اللي بيحصل لو أنت وصلت لكده نقص في الباريير ميوكاس والزيادة في اله 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 ولكم أنت عندك ألثر تمام عظيم آخر حاجة في الاستومج طيب إحنا اتفعنا يا شباب إن الاستومج فيها حاجتين فيها وفيها الميكانيكا الميكانيكا اللي بقى ما بسميها لكم هنا خلاص حاجة اسمها ايه عايزة تعرفي الأعراض بتاعة الألثر بصوا الألثر يا شباب القرحة الصح بعله ما تاخدوها في البطنة كده إن شاء الله خشوا طب كده ونطلع عينكم في بيبتك ألثر في الاستومج وفي بيبتك ألثر في الانتستن في ألثر يزيد الألم بتاعها بالأكل إيه دا السمك وانتستن هنا وآلثر ما يزيدش الألم بتاعها بالأكل بس الأساس عموما يعني اللي عايز أقوله لكم إن دايما هتبقى حاسس بحرقان في المعدة وكل ما تاكل حاجة تتعب على طول لأن كل ما هتاكل هيطلع يأكل أكتر في القرحة فيحرقك دايما حاسس بحاجة اسمها جي آي تي أبسط مش أبسط اللي هي جاين من بساطة لا أبسط يبقى أنت حاسس بديء كده دايما مش مرتاح ودايما عندك حرقان واجع في البط مش مغص حرقان وربنا عافينا عافيكم وكل ما تشرب أو تاكل حاجة يا خراشي لدرجة طيب تعالوا بعد كده نبتدي نشوف بقى الميكانيكال بتاع الاستومك الالتهاب الشديد في المعدة غير القرحة أو الالتهاب هو بدايق قرحة لو ما حلتش الالتهاب تيحصل قرحة لو حصل قرحة ما حلتهاش تحصل رابتشر الاستومك يتخرم ويضطر الموضوع بيتصلح في عملية تبقى حوار طيب قال لي هنا الكميكال ديجيشن اللي بيحصل عن طريق الجستري جوس بيساعده التشومبينج اكشن افتش اللي هو طحن الاكل فالكميكال لوحده ما يسعفش ايد لوحدها ما تسقفش طيب قال لي هذا الكوردينيشن ما بين الاتنين ما بين الستومك ديناميكس وكميكال الديجيشن لابد من ايه من وجوده فيقول لي بقى لما احنا نيجي نعمل ديناميك اكشن اللي هو نبدأ نهضم بالمعدة نلاقي المعدة بالكونتراكت وتريلاكس الكونتراكت وتريلاكس عشان تبدأ بص بتدوس بتدوس عليك لتعمل كده اهو بص كده كده تعمل كده كل قد ايه كل ما تحب يا دكتور لا يا بابا ده كده كلام فاضي يقول لي بتميكس الستومك بتاعها بتميكس الكونتينت بتاعها تعمل كده مرة كل عشرين ثانية يعني في الدقيقة تعمل كده تلات مرات عشان كده الستومك حركتها بطيئة ولا سريعة بطيئة بطيئة لدرجة انك لو اكلت ومليت بقيت فول استومك اللي ملينا باثنين لتر تاخد تلات ساعات على ما تهدم الاكل اللي فيها وتفضيها متخيل تخيل جدا جميل طيب تعالوا بعد كده ها الريلاكس والكونتراكت مع بعض واحد او او ما انت بقى تحسبها ما هي سايكل الكونتراكشن والريلاكسيشن دي واحدة ما بين الكونتراكشن والتاني عشرين ثانية ما بين الريلاكسيشن والتاني عشرين ثانية وصلت بس هو ده مش رقم ثابت بيختلف من شخص للتاني صح طبعا بس ده الافريج اللي موجود في معظم الناس تمام تمام الاستمك ك 미 الاستمك فيها من التحت كده اسفينكتر محبس والاستوفيجز فيها من فوق كده محبس المحبس اللي فوق بتاع الاستوفيجز ده بيسموه قبر اسفينكتر واللي تحت بيسموه لور اسفينكتر اللور ده لانه موجود هنا في المكان ده ولمكان ده وراء القلب فيسموها بالعربي كده فتحة الفؤاد أو بيسموها Cardiac Sphincter Cardiac إيه؟ Sphincter يعني المحبس اللي هو جنب القلب وفي محبس هنا في نهاية الستمك ما بين الستمك والانتستن بيسموه Pyloric بيسموه إيه؟ Pyloric Sphincter تمام يقول لي هنا يبقى Normal Sphincter اللي ما بين الستوفيجس واللستمك اللي هو فين اللي هو ده Cardiac ده دايما بيبقى مقفول خلاص Most of the time بيبقى closed off من النهايتين كمان يعني عند الستمك واللي فوق القبر بيبقى مقفول ويفتحه فقط أثناء البلع يقول لي هنا اللي ما بين الستوفيجس وما بين الستمك normally open فقط لما الأكل أو البولس توصل عنده يبتدي يفتح لها افتح يا سمسم تعال يا حبيب ألبط طيب قال لي اوكيجنالي أحيانا من وقت للتاني يبقى فيه شخص مثلا يشتكي أنه عنده حموضة صح صح يا دكتور ده أنا يا لهوي ما باكلش أكله لو لازم الراني جنبي راني يا حبيب تحب عصير لا مش راني يا دكتور يا عصير يا لهوي على زركة دكتور راني يا دكتور فوار ايش يا حبيب قلبي طيب الفوار ده بقى أو اللي هو فوار فروت مثلا اللي هو فروتي فروت بعين كان اللي بتجيبوه خلاص فيه ناس دلوقتي بتاخد مالكس خلاص فالناس اللي بيحصل لها الحموضة ده واللي بيتبع الأمر بقى بشدة ويزيد قوي لحد ما يوصل لحاجة سماية ارتجاع في المرية ليه الكلام ده كله بيحصل قال لي يا دكتور صلى على سور الله الفكرة كلها إن المحبس ده المفروض لما يجي أهضم يعني لما الأكل يدخل جوه خلاص دخل أقفل وقفل كويس جدا 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 ليه عشان لما بتدي أدوز بالجدار بتاع الستمك على الأكل خلاص الأكل يتكسر كويس وما يطلعش منه حاجة فوق بالضغط على الأكل ده حلو يبقى أنا مش عايز حاجة تطلع فوق طب وبعدين أعمل إيه لازم تبقى أقفل كويس في بعض الحاجات ده بتضعف من التون بتاع السفينكتر ده تضعف من قوة أفله زي مثلا الناس اللي بتاكل كتير قوي قوي وتملى المعدة أكتر ما يمكن في حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه من أداب الطعام يعني لما قال ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك مش نفسك لأ لنفسك يعني إيه ملا تلتين اللي استمك ويسيب تلت ما تملهش قوي عشان تعرف تتنفس فيه فعلا الناس لما تبدأ تضرب قوي تضرب اللي وقت تبصت خش على الأكل تضرب جميل جدا في الأكل أهو تقول لك أنا مش قادر أتنفس من قتلك ده حقيقي ليه عشان إنت ما سيبتش تطلت لنفسك ده طب افرد بقى أن إحنا كل ما ناكل ألاقي مثلا مثلا عبد الرحمن طفص كل ما ياكل ياكل كتير أقول لي يا ابني يا ظل أقول لي يا دكتور باس ابني إحنا عم سنوية عايزيني زاكر ولا يزاكر ولا يعمل ويفضل ياكل كتير ياكل كتير ياكل كتير ألاقي مع الوقت وإحنا يا شباب لو أنا مثلا نبديت لحد كده من البنات وليكن مثلا مثلا يا دكتور نادا وقلت لها يا نادا خدي شنطة الهدوم دي وعبيلي فيها الهدوم بتاعتي عشان أنا مسافر جات حطا لي واحد اتنين تلاتة اربعة طبعا عشان هي بقى ده أنا كده خلاص إسلام يعني ولكن لو هي بنتها هتسافر بقى خمسة ستة عشر عشرين في الشنطة نيجي نقفل ما نعرفش ايه إن شاء الله هتقفل هتقفل وتمشي بقى زي فكرة لإيه الناس لما بتركب العربيات فين العربيات السندوق دي كده يقول لك يركب بس ستة وستة بيه وهتريح وانت ماشي في الطريق مش عارفها ترايها هي كوتش يا جماعة هلبسه هيلايح كمان شوية حاجة كده غير أدمية بالمرة معايا طيب في ساعتها توصل لمرحلة لنك مش عارف تقفل الشنطة هنا نفس الكلام كتر ما تاكل من تفاصة كتير 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 توصل لمرحلة السفينكتر مش عارف يقفل على الاستومك كويس فيبقى فاتح منه حتة ولما يفتح حتة لما المعدة تيجي تهضم يجي يطلع منها حتة صغيرة كده من الـ HCL بتاعها طيب ليه سلامة قلبك يا حبيبي ليه في قلبك لان الحتة دي قدام قلبه فبيتهيق له ان القلم في قلبه تمام اللي حصل ده حاجة اسمها Acid reflux ارتجاع للأسد اللي موجود وده backflow للقيم اللي البلع على غزائل نزلت من الاستوفيجس من الاستومك وتبدأ تطلع للـ lower end بتاع الاستوفيجس فتكون النتيجة ان يحصل irritation يعني هيجان في الاستوفيجس بنسميه heartburn حاليا في القلب على فكرة الهارت بين علامة ميزة وكيورد مهم جدا لموضوع reflux reflux ده اللي هو معناها ارتجاع تمام بيقول لي هنا ان الـ content بتاع الاستومك typically بتباص الى الـ small intestine من خلال من 2-6 ساعات بعد ليه بعد الميل يعني الاكل اللي موجود في الاستومك دلوقتي هيعدل الاستومك خلال بعد ساعتين لستة ده الكلام اللي كاتبوا عندكم طيب فيه بقى سفينكتر ما بين الاستومك وما بين الـ small intestine حلو؟ آه الـ Sphincter ده اسمه bioloric Sphincter ده بقى بينظم مرور الاكل يعني الاكل ماينزلش بسرعة 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 الـ intestine لا الـ intestine برضه محتاجة تشتغل على مهلها وامتص بالراحة فبتنزل كل شوية شوية كده اللي تقول لها يلا خدي دي بتمتص منها يلا خدي دي متص منها بالمنظر ده فتبدأ تنظم البسج بتاع الاكل الـ small intestine فتسمح only one squared of time حتة حتة من القايم لكل شوية انها تبدأ تنزل عشان يبدأ يدي enough time للأكل انه يطهد صعب الكلام؟ لا جميل اوكي اعتقد كده لإيه اللي استمك تبقى خلصت ده طبعا آآ ان شاء الله نفهمه حلوة قوي يعني لما يكمل بقى يكمل ايه بالبنكرياس واللفر وبعيد العسارات خلاص طيب كده هيعتبر ان انا خلصت ولكن يعني هاخد حتة كده من الموجودة في يومن انا عمل لها ورق ولكن نروح لإيه اللي بديف تاني كده اللي بجمعه لكم مع بعض يعني عشان طبعا ما كانتش موجودة في كامبل طبعا من كده كده نشرح يومن يبقى ناخدها لان دي موجودة في الانتروتكشن يا هاجر هاجر نامد دكتور معك ايه ده صحية؟ او الله يا مش مصدق يا ناس يا لهوي طب وفرق كرد الحال لما تفتحوا لا اخليه ضيع وقت عشان نحس كده ان احنا ناخد بريد النت بتاكلها يا دي النت ازاي طب ترفع عم عادي احنا اقوية بنرفع اسقل براحتنا بعدين لو فصل هنا عادي فدايا فدايا مليون نت اوه 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 معايا منفعش تاكل يعني لازم يتسيب ساعتين قبل النوم كده من غير اكل ده الطبيعي طبعا اوه دي بقى تحس بتعبها امتى لما تكبر في السن؟ لا اوه مش لما اكبر انا بحس بتعبها دلوقتي اوه مش صح يعني اوه لو انت مضطر بقى كده بقى تكون حاجات خفيفة كده وسبحان الله المفروض انت لما تنام المعدة بتاعتك تكون فاضية ليه لان انت عضلة الديفراج من حجاب الحاجز اللي بتضغط على ده انا كده اسم لك كده واحد نايم بالجنب ها والمفروض ان هنا كده بقى موجود الرئاتين بالمنظر ده صح؟ بتجي تنفس بتضغط على الاكل اوه الاستومك بقى موجودة هنا كده هي نزلة من الاستوفيجس ادي هنا الاستومك كده ها عارفة اسمه بالشكل تمام؟ فلما تبدأ تملى المعدة اوي بتبدأ الديفراج مما بيعرفش ينزل اسناء الشهير فمش بتعرف تاخد نفسك كويس او بدأ على المدى الطويل بيعابل ايه؟ اه من سبب له طخم مش عارفي مش عارفي تنفس كويس سبب له صعوبة في التنفس طبعا ده غير ان المفروض ان احنا الاكل ده يطهدم وانا صاحي ليه بقى؟ لان معدل الميتابوليزم ساعتها بيبقى عالي انما انا نايم بيبقى فيه عصر يعني ما بتعرفش تهضمي كويس تهضمي ازاي؟ عملات الحيوية اثناء النوم بتقل تكاد تكون بتقف وصلت عملات التمثيل الغذائي وصلت تمام مارينا كانت بتسأل مارينا رافت البطن بتطلع صوت لما بجوع صوت العصافير ده هو بصوا الطبيعي الطبيعي كده ان احنا عندنا الصوت ده هو صوت الامعاء تمام؟ الامعاء نفسها اسمها لها الصوت اسمه انتستاينل ساوند بتعمل خمس من ثلاث لخمس اصوات في الدقيقة لو انا حطيت السماعة بتاعة الدكتورة على بطن العين كنا بنسمعها جميلة جدا واركز كده في صمت تام واركز كده لمدة دقيقة هسمع الصوت اللي هو كده خلاص بطريقة معينة متتابعة ماشي من ثلاث لخمس مرات في الدقيقة الصوت ده بسبب حركة الامتستن وحركة الامتستن اللي هي كانت بتتلوى من الجوع يعني احنا عندنا حاجة اسمه مركز الشبع ومركز الجوع نلاقي ان الانسان لم يبقى جعان قوي مركز الجوع ده يبتدي بقى يدي أوردرز للامتستن انها تبدأ تكون تراكت وتعمل اللاولوها بتاعتها دي عشان تحسس الانسان انه جعان تقول له يا ابني يا ابني حرما اسوطلك يعني افضحك اقولك ان انا جعان وصلت يا مارينة اه تمام هل انت بقى سمع عصافير بطني دلوقتي؟ اه بتاعتي اه؟ كيف بتاعتي كيف هي بتاعتك يا لاب انت جعانة؟ لا 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 اعجزة انا ما اقولش بعد الساعة ثمانية واو ده ادت القصة الغريبة دي ده انا ما باقولش الا بعد الساعة ثمانية لا مش هنلفع مع بعض كده مارينة لو سمحت انت من طريق انا من طريق من النهر ده لا تحضر ليش كورسة تانية لو سمحت اهزر طيب طيب بصوا شباب ايه رأيكم ناخد كده حتة هستولوجي من علم الانسجة؟ احنا دلوقتي هنجيب الات قص يا عبدالله ده كده القاناة الهضمية هقطعها كده بالعرض ولما اعطاها كده القاناة كانت نزلة كده لما اعطاها بالعرض بقى فصوري الدايرة جيت عملتها لكم كده لقيته دايرة صح؟ الدايرة ده هي اللي انتو بصين عليها دلوقتي في الشاشة لقيت ان الجدار بتاع الجي اي تي او القاناة الهضمية بيتكون من اربعة ليرز اللير اللي جوه خالص طبع اللي جوه خالص بنسميها ميكوزة سميها ايه ميكوزة ايه ميكوزة ده اللي هو الغشاء المخاطي تبقى عاملة كده ملولوة بالمنظر ده ليها ايه فولدس ايه طبعة الميكوزة وبعد كده هنلاقي بقى الطبقة اللي هي التانية دي كده اللي هي السودة لحد اللون اللازلاء ده كده بيسموها الطبقة اللي تحت الميكوزة فيسموها سب ميكوزة وبعد كده الطبعتين دول كده طبعة العضلات دي اللي هي لفة داير ميضوه وطبعة العضلات دي اللي اتنين دول عضلات يسموا الطبعتين مع بعض موسكيلاريس ميكوزا او ممكن سموها موسكيلوزا اسمها ايه موسكيلوزا تلاقي مكتوبة فوق هنا كمان شوي موسكيلوزا اللوزا ولا بندقة وكده يعني يبقى من جوه البره ميكوزا صد ميكوزا موسكيلوزا ايه هي ايه دي اني واحدة الرسمة ولا الموسكيلوزا ها الرسمة 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 ده ترانزفيرسي سيكشن في الجو اي تي انت خدت بالك لما انا قلت جبت القناة الهضمية قطعت كده في القناة الهضمية جزء في الاسوفيجس جزء في الانتستين جزء في اي حاجة في ال جي اي تي بصيت ولياكم مثلا على الاسوفيجس لقيت الجدار بتاعه الجدار فيه اربع طبقات برتبها من جوه البره تمام برتبها ازاي اول طبقة جوه اسمها ميكوزا هو طلع عليك الواحد وهي وبعد كده الطبقة التانية اسمها صب ميكوزا اهي وبعد كده الطبقة التالتة اسمها ماسكيلوزا والطبقة الرابعة واللي برا خالص اسمها سيروزا اسمها ايه سيروزا ده على نعرف بقى كل الطبقة بيبقى فيها ايه اول حاجة يا شباب هي الميكوزا الميكوزا ده عبارة عن نوع من الابيثيليم خلاص بيقول لي بيبقى استيراتيفايد عند البوث اندس وبيبقى سينجي اللير من السيرفز ابيثيليم عند الباقي طبعا انتوا ولا فاهمين اي حاجة نفاهمكم بصوا معايا ابيثيليم اللي هو النسيج الطلاقي بتاع الانسان ممكن يبقى موجود في صورة سيمبل او يبقى موجود في صورة استيراتيفايد يعني ايه قالك سيمبل يبقى الخلايا بتاعتي ايا ان كان شكلها مترتبة في صورة صف واحد من الخلايا هتبقاش فوق بعض كده لا هتبقى جانب بعض بس تمام ده معناها سيمبل طب استيراتيفايد معناها ان الخلايا مترتبة فوق بعض في صورة طبقات كده دي اسمها stratified طيب إيه اللي أنا استفادوا إن الخلاة تبقى مترتبة فوق بعض بتدي للنسيج بتاعي إيه sickness عشان خاطر protection صح أنا بقى مش بلاقي stratification اللي موجود ده إلا عند الإندس الإندس تاعة القاناة الهضمية يعني عند الموث من فوق وعند الإينس من تحت فتحة الشرج ليه بقى؟ لأن دول المكانين المعرضين للهوى برا ومعرضين لأي إيه لأي فرصة damage فلازم يبقوا الجدار بتاعه مثك قوي شوية يتحمل بقى القناة بقى اللي في النص بتبقى عبارة عن single layer طبقة واحدة بتبقى simple epithelia معادي جدا طيب الطبقة دي دايما بيحصل لها discrimination and regeneration يعني طقع ويعدتك وينها طقع ويعدتك وينها دايما في حال في حالة dynamic بالمنظر ده عظيم الحاجة اللي بعد كده لقينا إن إحنا عندنا في glands موجودة جوة الميكوزة بتطلع ميوكس الميوكس ده عشان خاطر يخلي الأكل يتزحلق وهو نازل عشان نعمل حاجة اسمها lubrication والميكسو بالأكل نخلطه بيه ولو بصنا للميكوزة من جوة كنت رسمتها من شوية إن هي كده يا فرح بيبقى ليها إيه؟ بيبقى ليها ثناية بيبقى ليها ثناية الثناية دي يعنيها زي الزواد الإصبعية بيسموها finger like projections أو يسموها حاجة اسمها villay اللي بيحبوا يسموها بالعربي حاجة اسمها خملات خملات إصبعية الشكل تمام؟ الخملات دي فايدتها إيه؟ أي حاجة يا شباب بتبقى متعرجة هدفها إن إحنا نعمل إيه؟ برافو aney برافو يا محمد يبقى هدفها إنها تزود ليه؟ تزود السيرفيس زود السيرفيس لإيه؟ للامتصاص لإأنها خصوصا في الانتسين اسطينا الميكوزة كده خلصنا طبعة الميكوزة تاني واحدة اسمها ساب ميكوزة أناعرف فيها إن الطبقة دي بيبقى عبارة عن narcissي ن Lift Ves 一 والليمف فيزلز والنيرف بليكسس اللي بتغزي الجو اي تي بتاعي او القناة الهضمية يبقى بيبقى فيها الفيزلز خلاص خلصت ده الصاب ميكوزا تالت واحدة باسمها مسكيلوزا المسكيلوزا دي عبارة عن تلات طبقات هنقول منهم اثنين الاساسيين طبقة بصوا كده معاي لو انا دلوقتي القناة الهضمية بتاعتي وقفة كده والعضلات بتاعتها فيه طبقة فيها بتبقى مدورة نازلة كده 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 لما انتوا تيجوا تبصوا عليها بالمنظر ده تلاقي تحسوا انها دايلة 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 يبقى هنلاقي فيه طبقة جوة بالمنظر ده يا شباب اهو اللي لفة دايل ما يدور زي ما انا برسم ده ده عبارة عن inner circular layer تمام inner circular layer وبعد كده فيه جنبها بقى طبقة طبقات اللي هي على العضلات فيها مش لافة في دايل ما دور لا ده نازلة ازاي استوانات استوانات لما تبقى نازلة كده القلم ده نازل كده لما تيجوا تبصوا عليه من هنا شايفينه كايه حد يتكلم longitudinal اه بيتشافني شايفينه كايه كنقطة صح شايفوه كنقطة يبقى كل فيبر من المسل فيبرز اللي هتشوفوها من فوق هتبقى عبارة عن نقطة 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 عشان كده يقولي outer longitudinal layer في صورة دواير دواير ليه نقط 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 بالمنظر ده تمام يبقى احنا عندنا المسل layer عبارة عن ايه inner circular outer longitudinal ده الاساس اهو inner circular outer longitudinal circular layer دي هي اللي بتعمل الاسفينكترز بقى اللي هو مثلا لو ده كده الاستومك وده الاستوفيجس المحبس اللي ما بينهم اسمه كارديك اسفينكتر ده كده الاستومك واللي بعدها intestine diodenum يبقى عندي هنا حاجة اسمها bioloric اسفينكتر بعد كده small intestine مع بداية large intestine اللي هو حاجة اسمها seicum انا اخدها ان شاء الله المرة اللي جاية يقول لي الفتحة اللي ما بينهم دي اسمها eleocecal valve مثلا هتتكلم ان ده الريكتم المستقيم وده الاينا الكنال وده الاينا سفاتة الشرق الاينا الكنال عليها من جوة الاينا السفينكتر تمام محبس كل دي هم فيه واحد هم فيه واحد على بداية الاسوفيجس على بداية ايه الاسوفيجس من فوق برد تمام كده كل دول نحن ضربين بس امثلة طب هل المسكيلوزة هي الاوتر والانر بس اقلي لا فيه طبقة جوة تاني بس مش باينة في الرسمة نقول عليها innermost layer تمام ده كده الكلام اللي عليكم هطلو منكم بقى حاجة للناس اللي عايزة مخها يفتح قوي 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 هنزل لكم فيديو كده على الجروب خلاص انا كنت مسجله بشرح فيه شكل العضلات دي وايه نوع العضلات اللي بتعمل بريستاليسيز وازاي يعني البريستاليسيز دي حصلت ازاي والحركات بتاع الجا اي تي بدأت ازاي هنا بناء على شكل العضلات لو انتوا عايزين توسعوا دماغكم قوي 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 افهموها يعني اسمعوا الفيديو ده هي عجبكم جدا والله كنت مشرح على بورده وكده وكنت بمخصصها انه ايه شرح حاجات معينة كده فكروني بس بعد الحصة نزله لكم خلاص طيب يبقى ده كده بالنسبة ليه المسكيلوزا المسكيلوزا بقى اللي طبية العضلات بتتميز ان العضلات المسل فيبرز متصلة مع بعض بجابة جونكشن خلاص بنخلص يا شباب اهو الجابة جونكشن دي عشان تخلي العضلات كلها يوصل لها الكهرباء فتتكهرب كوحدة وظيفية واحدة نسميها يعني كوحدة وظيفية واحدة اخر طبقة بالنسبة ليه هي السيروزا والسيروزا دي طبقة بتطلع سيرس في لويت عليها من بره خالص ليه بقى عشان مثلا مثلا اللي لازم فيها البنكرياس ولازم فيها الاسبيلين والكلام ده كله اه لا لما تبدأ تتمط ولا تبدأ تتشد ولا الكلام ده كله تبدأ تحتك بالحاجات اللي حواليها يبقى فيه طبقة بتزحلقهم على بعض تقلل الفريكشن والاحتكاك ما بينهم وتعمل تنعمها وتزحلقها وجي اللي زحلقها زحلقه زحلقك ويلا نتزحلق عشان خطر انا كده ايه يعني خلويز ذات سئلة فورتو دي نختم بس الاول كده سبحانك الله ما بحمدك نشهد والله الى الان تستغفرك وانا توجو اليك ترجمة نانسي قنقر